لكن خلونا مع بعض نبدأ كده ببعض الأخبار الخاصة بالدوري الممتسم النهاردة كان غلق باب القيد للقايمة الأولية وده مرتبط أيضا بالموعد الخاص بالقيد الإفريقي للفرق المشاركة في الدوريات الإفريقية سواء كان في ربطة الأبطال أو في الكونفدرالية الخاصة بزمالك وبالأهلي وبيرامدز وفيرتر وبالتالي النهاردة الاتحاد المسل وقارة القدم كله كان بات سابق كله موجود عشان يأيد القايمة الأولية بتاعته أقول لحضراتكم النادي الأهلي قيمته السجلها النهاردة في الاتحاد المسل وقارة القدم على النحو التالي عشان نشوف مين اللي خرج محمد الشناو وعلي لطفي مصطفى شبير وحمزة علاء دافح راسة المر تمام؟ ومعهم طبعا في القايمة المحلية هتشيل حمزة علاء وبقى ده تلت حراس شناوي وعلي لطفي مصطفى شبير في خط الدفاع بتايد أكرم توفيق محمد هاني كريم فؤاد محمد عبد المنعم أيمن أشرف ياسر إبراهيم رامي ربيعة محمود متولي محمد مغربي وعلي معلول ومحمد مصير في خط الوسط ألو ديانج عمر السلية حمد فتحي حسين الشحات محمد محمود طاهر محمد طاهر برستاو زياد طارق مجد أفشة وبرنو طبعا اللعب الجريد وأحمد عبد القادر ومحمد فخري عصام عمار حمدي وعبد الرحمن مانو وليد مصطفى ومحمود كهربا وخط الهجوم حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين طبعا الأسماء الجديدة اللي انضمت للنادي الأهلي زي ما احنا شايفين وفي دورة أبطال إفريقية بس هتزيدوا في حراس المرمى حمزة على موجود مع حراس المرمى التلاتة الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ده معناه أن في القيمة المحلية موجود محمود كهرباء في القيمة الإفريقية مش موجود فيها وبالتالي يعني في بعض الأمور اللي النادي الأهلي شايفة عشان يحتفظ بعدد من نجوم لكن دي قيمة النادي الأهلي سواء كانت القيمة المحلية أو القائمة الإفريقية اللي حيقوب بيها دور ربطة الأبطال واللي سجلها النهاردة في الاتحاد المصر وقرة القدم في من بعض العصر كان مندوب النادي الأهلي موجود وقت ما كان موجود مندوب نادي بيرامتز وموجود نادي سيراميكا كيلو باترا زمالك جاء متأخرا وأيضا أعلن قيمته السجلها النهاردة في الاتحاد المصر وقرة القدم وعاوز برضو أتكلم عشان البعض أقول لك سجله والمديونيات ما فيش نادي سجل قيمته في الاتحاد المصر وقرة القدم إلا بعد ما دفع جزء كبير من المديونية الخاصة بالمتعلقة بالاتحاد المصر وقرة القدم مسموح لك اللي أنت تسجل قيمتك سواء عشان بس قولا واحدا وقولا فصل في هذا الموضوع في سيراميكا كيلو باترا أيضا أعلن قيمته النهاردة وبعض الأسماء اللي انضمت حديثا ليه النادي طبعا رجع له أحمد ياسي الريان ومحمد شوكري أحمد رمضان بيكا مدير كلها انضموا ليه نادي سيراميكا جداد محمد ناصب وراجب نبيل ومعهم أيضا جون بوكا طبعا لعب امبي ومحمود عبدالحفيظ ذلاكا لعب بيترول أسوتي الجديد وأحمد هاني لعب طلاقع الجيش دولة طبعا اللعبين اللي انضموا لنادي سيراميكا كيلو باترا تمام وهنتكلم عنها في انفو خاص بيها هارتولك وارجع هتكلم ان فيه كلام مهم جدا